لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الله فاعل مع وقف التنفيذ عند ابن حجر وهفكركم بالمعادلة اللي دايماً بنقولها الإيمان بالله بين قصين الإرجاء زائد أفعال الله بين قصين الجبرية والقدرية زائد صفة الله بين قصين الجهمية ودي بتساوي التوحيد اللي هو بيساوي عقيدة الأشعارية وإحنا أثبتنا الإيمان بالله اللي هو بين قصين الإرجاء زائد أفعال الله اللي بين قصين الجبرية والقدرية والمجوسية كمان دي أثبتناها وهنتكلم عن صفات الله الجهمية وطبعا الجهمية دي أثبتناها في حلقات كتير جدا وبالتفصيل واللي عاوز يرجع للحلقات هيلقيها في الحلقات من أول 26 غاية رقم 53 ودلوقتي هنكمل كلامنا عن التوحيد وهنرجع لكلام ابن تايمية في مجموعة فتاوة ابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات وبقيل مرجع قدامكم بيقول والأشعارية الأغلب عليهم أنهم مرجعة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر أما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من أتجاههم وطبعا من خلال تأسيم ابن تايمية على عقيدة الأشعار أثبتنا في الحلقات اللي فاتت من كلام ابن حجر نفسه أنه مرجع في توحيد زيط الله ويأثبتنا أنه جبري وقدري وبكلمة واحدة يعني مجوسي في توحيد أفعال الله وهنسبت برضو أنه جهمي في الصفات وطبعا إحنا عارفنا أن ابن حجر ينفي صفات الله الذاتية والخبرية أما بالتأويل أو بالتفويد مش كده وبس دي المفاجأة أن ابن حجر لما نفع صفات الله بالتأويل أو بالتفويد هو في الحقيقة بينفي التوحيد اللي قلنا عنه في بداية الحلقات في صحيح البخاري في كتاب التوحيد وفتح البارئ قال أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنافي التشبيه والتعطيل نفي التشبيه والتعطيل يعني قالوا أن الله ما عندوش يد علشان ينفو التشبيه عن الله وعطلوا الصفات الله وكده ده التوحيد عندهم عشان نوضح الفكرة أكتر هنعرف أقسام صفات الله الصفات الذاتية هي صفات لزمة للذات يعني لا لم يزل ولا يزل متصفا بها زي إيه زي الحياة والقدرة والعلم والحكمة والعظمة إلى آخر تلك الصفات ومنها أيضا الصفات الخبرية لازمة لله زي إيه زي اليدين والعينين والوجه والاستقل إلى آخر تلك الصفات برضو أما بقى الصفات الفعلية بتنقسم لجزئين صفات فعلية تتعلق بما شئته وصفات فعلية ذاتية الصفات الفعلية اللي تتعلق بما شئته إن شاء أفعلها وإن لم يشأ لم يفعلها زي إيه؟ زي الاستوق على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش طيب والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء والمجيء يوم القيامة لما الله يجي يعني يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة طيب الصفات الزاتية الفعلية دي صفات لم يزل ولا يزال متصفا بها وبتكون لازمة لذاته زي كلام الله لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما دي متعلقة بما شئته وقدرته خلينا نشوف صحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزات والنعود وقسام الله بيقول لنا ايه فتح الباري والثالث يرجع الى فعله وقال خالق وطريق إثبتها السماء والفرق بين صفات الزات وصفات الفعل أن صفات الزات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادة جل وعلا يعني ايه صفات الزات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة يعني صفات الفعل غير قائمة به حقيقة وهنركز على أهم صفة اللي هي صفة الخلق صفات الفعل يعني إيه صفات الفعل بتساوي صفة زائد فعل ناخد مثل الله الخالق بتساوي إيه بتساوي الله خالق زائد فعل الخلق وتوحيد الألوهية عند ابن حجر هي أفعل الله فقط إن الله خالق ولكن لا يثبت فعل الخلق الله يتكلم ولكن لا يثبت صفة الكلام وده شفنا قبل كده لو تفتكروا إن ابن حجر قال إن كلام الله نفسي يعني مش بيتكلم حقيقة وده تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت وهنوضحها أكتر في الحلقات الجاية في صحيح البخاري كتابت دعوات باب فضل التسبيح بيقول لنا إيه فتح الباري ولأن نفي الألوهية في قول لا إله نفي المضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثبتا لذلك يعني إيه ده مش مضمون الألوهية ده جزء من المضمون إن الله قادر على الفعل فقط ده توحيد الرهوبية مش توحيد الألوهية إنه توحيد الألوهية لا معبود إلا الله وطبعا أي فعل لله لازم تكون ليه صفة فلو قلنا إن الله يخلق إذن صفة الله صفة الله إنه بيخلق إلى آخر تلك الصفات بعبارة تانية الصفات الفعلية ودي اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي وهنرجع مرة كده تانية في صحيح البخاري كتابت توحيد باب ما يذكر في الزات والنعوات وأسام الله يقول لنا إيه فتح الباري والثالث يرجع إلى فعلك الخالق وطريق إثباتها السماء والفرق بين صفات الزيت وصفات الفعل إن صفات الزيت قائمة به وصفات الفعل سابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل وعلا هنشوف البراكة يشرح لنا الكلام ده إزاي الشيخ البراكة راح قال السالس قول ابن بطول وصفات الفعل سابتة بالقدرة إلى آخر الكلام بيقول تقدم إنه هذا يقتضي أن صفات الفعل غير قائمة به إذا لم تقم به فكيف هيقال إنها صفات له إذ لا يعقل أن تقوم الصفة بغير الموصوف وأن يوصف الشيء بغير ما قام به يعني إيه يعني بنلاحظ إنه كلام الشيخ البراك بيقول هذا يقتضي أن صفات الفعل غير قائمة به صفات الفعل غير قائمة به يعني الله مش بيفعلها حقيقة زي الكلام إن الله مش بيتكلم حقيقي بيتكلم كلام نفسي يعني ابن حجر بينفي صفات الفعلية يعني الله خالق بس مش بيخلق يعني الله فاعل بس مش بيفعل أي حاجة يعني فاعل مع وقف التنفيذ والكلام ده هيأكده الشيخ البراكوي يقول لنا والحقيقة إنهم لا يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى فإطلاقهم صفات الفعل لا حقيقة له فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول كالخالق والمخلوق ولا يثبتون الخلق الذي هو فعل الرب سبحانه والصواب إثبات الفعل والفعل والمفعول أحدا هنا بتلاحظ كلام الشيخ البراكوي يقول والحقيقة إنهم لا يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى وطبعا نفي الصفات الفعلية معناها إيه؟ نفي الفعل يعني مفيش غير فاعل ومفعول وده اللي أكده الشيخ البراك فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول كالخالق والمخلوق ولا يثبتون الخلق الذي هو فعل الرب سبحانه هنروح لصعي البخاري كتاب الدعوات فتح الباري بيقول إيه؟ ولأن نفي الألوهية في قول لا إلهة نفي لمضمونها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثبتا لذلك يعني ابن حجر بين الكلام طبعا ابن بطل لأنه موفق أعليه بيقول إيه؟ فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة ونرجع مرة تاني سهيل بخاري كتاب التخيط بما يذكر في الزات والنوات وقسام الله فتح الباري بيقول لنا إيه؟ والثالث يرجع إلى فعله كالخالق وتريق إثبتها السم والفرق بين صفات الزيت وصفات الفعل أن صفات الزيت قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل وعلا يعني الله خالق يأثبتوها ولكن فعل الخلق ثابت له بالقدرة إذن معنى فعل الخلق والرزق معنى قدرة الله على الخلق والرزق والسبب زي ما بيقول للشيخ البراق فعندهم أنه تعالى لا يقوم به ما تتعلق به ما شئته ودي معناها أن التوحيد الذي يعتبره ابن حجر هو التوحيد الحقيقي أنه لا فعل إلا الله وده هنشوفه في صحيح البخاري كتاب الأدب باب الحذر من الغضب فتح الباري بيقول لنا التوحيد الحقيقي هو أنه لا فاعل إلا الله يعني توحيد لا يقوم بالله لأن الألوهية عند ابن حجر هي الإيمان بأفعال الله وأفعال الله متعلقة بمشيئة الله وكل ما يتعلق بمشيئة الله عند ابن حجر لا يقوم بذات الله لكن يقوم بقدرته وطبعا الله فاعل تقتدي أن الفعل يعني صفة فعلية وابن حجر بينفي تماما أي صفة فعلية لأنه قال أن صفات الفعل قائمة له بالقدرة وأن صفات الفعل غير قائمة بذات الله يعني الله لا يفعل الفعل حقيقة زي ما بيقول الشيخ البراك والحقيقة أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية لله تعالى والمفاجأة نحن اكتشفنا أن ابن حجر زي ما هو بينفي الصفات يعني دي برضو بينفي التوحيد الألوهية اللي هو بيسوي أفعال الله زي ما بيقول ابن حجر يعني ابن حجر إيه جهمي في الصفات وبرضو جهمي في توحيد الألوهية وفي الحقيقة معنى جهمي في توحيد الألوهية يعني بينفي توحيد الألوهية يعني ملحد ودلوقتي أنا هعمل لكم ملاخص للحلقة احنا تعرفنا عن معنى الصفات ومعنى الصفات الزاتية اللازمة لله منها القدرة والحياة ومنها أيضا الصفات الخبرية كاليد والثق إلى آخره وتعرفنا يعني إيه الصفة فعلية اللي تتعلق بما شئته والصفات الفعلية الزاتية فان تركزنا على الصفات الفعلية الزاتية التي لم يزال ولا يزال متصفا بها وشفنا إن ابن حجر فرق بين صفات الزات وصفات الفعل وقال إن صفات الزات القائمة به وصفات الفعل غير قائمة به وبكده بينفي الصفات الفعلية وأخذنا مثال مثلا الله هو القادر على الخلق ولكن لا يثبت فعل الخلق لله لكن لا يثبت إن الله يخلق حقيقة الله متكلم لكن ينفي إن الله يتكلم حقيقة وبيكون التوحيد عنده يعني عند ابن حجر هو لا فاعل إلا الله طبعا بينفي إن الله بيفعل حقيقة وكده بيكون جهمي في الصفات وجهمي في توحيد الألوهية يعني بينفي ألوهية الله وده عنوى بتحها أكتر في الحلقة الجاية وتابعوني الحلقة الجاية يلتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المساة